مشاهدين الكرام في كل مكان بنرحب بكم في حلقة جديدة من برنامجكم عبر الكتاب احنا من اول ما بدأ فيروس كورونا يكتاح العالم وحصل انه يعني توقف للبث المباشر لبرنامج عبر الكتاب من الستوديو احنا كنا بنبث من بيوتنا وبنطلع live من بيوتنا سواء عبر الكتاب او برنامج دليل او المرأة المسلمة وكل برامج قناة الحياة في الوقت اللي فات كانت بتطلع live من بيوتنا مش من الستوديو لكن النهاردة اول مرة نطلع live من الستوديو فبنشكر الرب لاجل انه الدنيا بدأت شوية تنفرج وبدأنا نتحرك شوية افضل من الاول كمان احنا فعلا الوقت اللي فات والوقت اللي جايب ما زلنا بنصلي من اجل حماية وحبز الهي لحياتكم ولأساركم ونصلي ايضا ان رب يرعاكم بحسب كمال قلبه احنا عارفين ان الوقت دون وقت صعب جدا بالاخص لكثيرين من المتألمين سواء المتألمين جسديا بسبب الفيروس او المتألمين ماديا بسبب الوضع الاقتصادي اللي ابتدأ يؤثر على حياتهم وعلى اسرهم فبنصلي ان رب يرعاكم بحسب كمال قلبه واحنا بنبقى سعداء جدا في كل مرة بنتواصل فيها معاكم وفي كل مرة ايضا بتكتبولنا طلبات صلواتكم واحنا بناخد هذه الطلبات ونصلي اجلكم ولو النهاردة عايز اقول لكم انه ايضا الخطوط مفتوحة احنا بنرحب بكم وباتصالاتكم لو في اي طلبة صالة لو في اي تعليق نرحب جدا بتواصلكم معانا في قناة الحياة وفي كل برنامج يقدم على قناة الحياة احنا موجودين اولا واخيرا لخدمة الرب الاله الذي فدانا ودعانا لدعوة مقدسة وكمان موجودين لتقديم المسيح لكم لكن كمان موجودين لكم كاخوة وكاخوات لكي نصلي معكم ومن اجلكم لكي نتشدد معا ونتعز معا بالايمان المشترك موضوع حلقة اليوم مهم جدا وهو عبارة عن سؤال هذا السؤال هو هل حرف اليهود والمسيحيون الكتاب المقدس طبعا هذا الادعاء الواحد يعني بصراحة الزهق منه ادعاء ليس له اي اساس من الصحة ادعاء مبني على فرضيات خاطئة والدعاء مبني على مفاهيم خاطئة يعني اوقات كتيرة الاخوة المسلمين بيدعوا ان الكتاب المقدس قد حرف على اساس انه النسخ ممكن يكون فيه خطأ في النسخ اوقات انه المفهوم الوحي في الكتاب المقدس مختلف عن مفهوم الوحي في الفكر الاسلامي كل هذه الاشياء لا يضعون لها اي اعتبار لكن هو عنده افتراضية بيحاول هذه الافتراضية انه يثبتها باي صورة من الصور والطامة الكبرى انه هو جاي بعد 600 سنة بقصص مختلفة عن الكتاب المقدس تحمل تفاصيل مختلفة تحمل اسماء مختلفة تحمل تغيير في تاريخ الريدي كان اتأكد وسجل والناس اريت عنه ومعروف في كل العالم يجي هو بسهولة كده يغير تفاصيل تاريخية ويغير اسماء ويغير اشياء وبعدين يقولك انا اللي صح انا اللي جيت بعد 600 سنة انا اللي صح فهذه العقلية للأسف عقلية بنتر نتعامل معاها وبنتر ان احنا نجاوب على اسئلتهم وبنتر ان احنا نوضح الحق الالهي المعلن لنا في كلمة الله تجاه كلمة الله فالسؤال هو مرة تانية موضوع الحلقة هو هل حرف اليهود والمسيحيون الكتاب المقدس طبعا لكل فاعل فاعل لكل فاعل فاعل يعني حتى النهاردة لما نكلم على كورونا نقولك اه يا اما الفاعل بتاع كورونا يا اما معمل الفيروسات في يوهان او نظريات المؤامرة الكتير اللي بحاول نجد له فاعل يعني فلكل فاعل فاعل من حرف الكتاب المقدس ده السؤال انت النهاردة الجاي تقول لي ان الكتاب المقدس حرف وما عندكش دليل على انه متقدرش تقول لي اسماء متقدرش تقول لي اشخاص متقدرش تقول لي حتى فترة زمنية معينة او هيئة معينة فمن حرف الكتاب المقدس اذا كان الكتاب المقدس قد حرف فمن فعل هذا الامر ويس لكل فعل طيب هل هل الذي حرف الكتاب المقدس هم اليهود يعني ده اول فرضية اللي انا افترضها ان هل هل اليهود هم الذين حرفوا الكتاب المقدس وبالتالي لما اتكلم عن اليهود والكتاب المقدس انا باتكلم على العهد القديم فهل اليهود قاموا بصورة ما في زمن ما وفي اماكن مكان ما بتحريف الكتاب المقدس ده السؤال اللي انا بطرحه هل اليهود هم الذين حرفوا الكتاب المقدس طيب هل المسيحيين حرفوا كتاب هم في الحالة دي يكون العهد القديم والعهد الجديد لانه احنا كمسيحيين بنقبل الكتاب المقدس بعهديه القديم والجديد فهل اليهود هم الذين حرفوا ام المسيحيون هم الذين حرفوا أم فئة ثالثة نزلت كده من الفضى كويس يعني نزلوا من الفضى وغيروا لنا وحرفوا لنا في الكتاب مؤدس والذين اكتشفوا هذه الحقيقة المشينة الفضيعة جدا هم الإخوة المسلمين ثمانا الذي حرف الكتاب المقدس طيب هل اليهود هل اليهود هم الذين حرفوا الكتاب مؤدس طبعا نظرة الإسلام لليهود نظرة سلبية جدا بل هي نظرة ليس سلبية هي نظرة عدائية في مجملها هناك عداء غير عادي وكره غير عادي من المسلمين لليهود وهذا هذا العداء وهذه القرهية متأصلة في التعليم الإسلامية متأصلة في القرآن ومتأصلة في الأحاديث النبوية فهذا العداء القديم يجعل المسلم على طول ينظر إلى اليهود على إنه إنسان وحش على إنه إنسان أحفاد القردى والخنازير يعني أنا بستغرب الأيام دي المسلمين هنا في أمريكا قال إيه أيمين بمظاهرات مطالبين بالعدالة الاجتماعية كويس لما تقتل جورج فلويد وكانهم هما اللي بينادوا بالعدالة الاجتماعية مع إنه كل تعاليم الإسلام لا يوجد فيها مساواة ولا يوجد فيها عدالة اجتماعية ويكفي نظرة سطحية لما يحدث في العالم العربي ومعاملتهم للأقليات في العالم العربي ومعاملتهم لغير المسلمين في العالم العربي تجعلنا فعلا ندرك أننا أمام ضحكة يعني ورياء غير عادي ورياء شديد جدا لكن ده مش موضوعنا لكن موضوعنا الأساسي هو نظرة المسلم لليهودي على أنه إنسان وحش أحفاد القردة والخنازير إنسان ممكن يغير الحقائق إنسان إلى آخر هذه الأوصاف اللي اللي دايما نسمعها سواء في الميديا الإسلامية أو في الدعاء على الكفار من اليهود والمسيحيين إلى آخر هذا فالسؤال هنا هل حرف اليهود كتابهم طيب إذا 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 إفترضنا هذه الفردية أنا أنا هسد الكذاب لحد باب بيته يعني فإذا إفترضنا إنه اليهود هم الذين حرفوا كتابهم كويس بس في بعض الحقائق مهمة جدا بيقول هلنا التاريخ عن اليهود كويس هذه الحقائق تقف يعني كعائق أمام قبول هذه الفردية وهي فردية أن اليهود حرفوا كتابهم هذا الحقائق يعرفها وكل إنسان دارس يعرف دقة اليهود الشديد في التعامل مع النص الكتابي يعني اليهودي لما بيتعامل مع النص الكتابي لما بيتعامل مع العهد الأديم هو بيتعامل مع نص إلهي نص مقدس هو بيقدس الناس هو بيحترم الناس وعش كده على مدار التاريخ يعني أظهر اليهود دقة شديدة جدا في التعامل مع النص الكتابي سواء حفظه أو نسخه كويس فمعروف جدا إن اليهودي ينظر إلى العهد الأديم ليس على أنه مجرد كتاب زي كتاب العلم علوم ولا كتاب ساينس ولا كتاب أدب موجود لكنه ينظر للعهد الأديم على أنه رسالة رسالة خاصة من الله لهم فبالتالي هذه الرسالة هو يقدسها جدا ويحبها جدا ويعليها جدا ويعتز بها جدا فاليهودي على مدار التاريخ أظهر احترامه وأظهر دقة غير عادية في التعامل مع النص الكتابي للدرجة إنه هو بالزاد في التعامل مع الطوراة لما يجي ينسي خطار هو يعلم عدد حروف الطوراة مش بس عدد كلمات الطوراة هو يعلم عدد حروف الطوراة ويعلم الحرف المتوسط يعلم الحرف الأول والحرف الأخير والحرف الذي يأتي في منتصف الطوراة ويعرف أرقام عدد عدد الحروف العبري للطورات اليهودية ولما كان ينسخ الطورة كان يعد الحروف اللي موجودة في النسخة اللي هي ينسخ منها ولما ينسخ يعد الحروف في النسخة التي نسخها ويشوف تطابق ما بين النسختين فالتاريخ اليهود سواء رفضنا أو قبيلنا ده مش هو الموضوع الحقيقة اللي بيؤكدها التاريخ وده حق تاريخي نقدر نقول أن اليهود كانوا يتعاملون بدقة غير عادية مع النص الكتابي الحاجة الثانية اليهود هم أول الشعوب اللي عندهم مدارس معينة لنسخ المخطوطات لا توجد هذه المدارس في أي دول أخرى يعني حتى في مصر القديمة أو في باب القديمة أو في حضارة ما بين النهرين أو الحضارة الحثية القديمة لا نجد هناك مدرسة أو نجد هناك مجموعة متخصصة بروفيشنالز علماء في نقل المخصوطات لكن نجد هذه فقط في اليهودية سواء الساروفيم الكتبة أو الهتم بنسخ المخطوطات وحفظها وعملوا مبادئ وليهم مدرسة خاصة في تتبع وفي نسخ المخطوطات فمعروف جدا أن دي الحقيقة أيضا معروفة جدا لا نجدها في أي ثقافة أخرى أو أي حضارة أخرى لكننا نجدها فقط في اليهودية طيب أجي بقى إلى أمشي مع الفرضية اللي بتقول إن اليهود هم الذين حرفوا العهد القديم وهسأل سؤال دايما هناك دافع وراء أي فعل شرير يعني أنا بقول لي أنا همشي وراء الفرضية الخاطئة وهمشي وراء الكذاب لحد ببديته كويس فدايما هناك دافع ما حدش بيعمل حاجة من غير دافع يعني دايما ابحث عن الدافع لو أنت هتقوم بأي تحقيق حتى أي محقق في أي جريمة دايما يسأل عن الدافع ما هو الدافع وراء ارتكاب هذه الجريمة ما هو الدافع وراء ارتكاب التحريف ما هو الدافع وراء تغيير نص من نصوص الكتاب المقدس لماذا يحرف اليهود الكتاب يعني يعني إيه اللي ممكن إيه اللي ممكن يجعل اليهودي يحرف الكتاب المقدس يعني إيه الغرض أو القصد كويس ده سؤال لازم يجي بزهننا كويس طيب إيه بقى اللي موجود في الكتاب المقدس لو أنا لو أنا يهودي وهقوم بتحريف الكتاب المقدس إيه الحاجات اللي موجودة في النسخة القديمة اللي هعمل نسخة جديدة ما تكونش موجودة ما هو أنا لو أنا عندي غرض إن أنا أحرف الكتاب المقدس يبقى أنا عندي أكيد في حاجات مش عجباني تجعلني أحرفها في حاجات مش راضي عنها موجودة تجعلني أتعامل معها بطريقة أخرى تجعلني أغيرها فأكيد النسخة الجديدة اللي أنا هنتجها تكون مريحاني وتكون بحسب الغرض اللي من أجله هحقق هذا الهدف فأنا لو افترضت إن اليهود غيروا النسخة بتاعتهم يا ترى النسخة الجديدة مفروض تكون فيها إيه صح؟ ماشيين معايا يعني أنا لو مجموعة من اليهود قرروا يغيروا الكتاب المقدس أكيد عندهم غرض الغرض دون أنه يصلوا من النسخة دي إلى النسخة دي فيشيلوا حاجات مش عجبانهم في النسخة دي أو يضيفوا حاجات أيضا لهم في النسخة الجديدة ما كانتش موجودة في النسخة القديمة فما الذي في الكتاب المقدس من أشياء تجعلهم يفكرون بحسب الإدعاء أن يحرفوا الكتاب المقدس طيب ده سؤال افتراضي وده أنا بسأله وبسأله للمشاهدين من الإخوة المسلمين الذين يؤمنون أن اليهود حرفوا كتابه إذا أراد اليهود أن يحرفوا الطورة والعهد القديم فما هو مضمون النسخة التي حرفوها إيه هيكون مضمونها إيه اللي هيكون فيها غير اللي بين إيدينا أو ما هي الأشياء التي حرفوه منها لتتناسب مع تطلعاتهم وتتناسب مع رغباتهم هحط كام حاجة لأنه سؤال افتراضي فأنا هحط أيضا إجابة افتراضية هقول لو أنا يهودي وهغير في الكتاب المقدس في العهد القديم فأول حاجة هعملها أول حاجة هعملها أن النسخة الجديدة تكون خالية من أي فعل أو قول مخزي قام به قاداتهم وملوكهم وأنبياءهم أولها ثاني لو أنا يهودي هغير في الكتاب المقدس في العهد القديم أنا هعمل إيه أما أنا عايز بقى كل القادة بتوعده ليبقوا ملايكة يعني زي ما احنا النهاردة في الإسلام السني بيظهر الخلفاء الرشيدين على أنهم ملايكة نزلين من السماء يعني رضي الله عنهم نزلين كده من السماء مقدسين بقى ويعني طاهرين لكن لما تقرى التاريخ زي ما قال عنهم إبراهيم عيسى دول قتل الأوائل دول مجموعة من اللصوص دول حرامية دول مختصبين دول فعلا يعني أبشع ما أنتجه التاريخ من بشر كويس فلو أنا يهودي حابب أن أنا أعمل نسخة جديدة أول حاجة أعملها لازم أظهر القادة بتوعي على أنهم والأنبياء والرسل والملوك بتوع اليهودية اليهود كلهم دول بقى أحسن ما أنتج للبشرية أحسن ما خرج للبشرية لكن للأسف بنجد الحقيقة غير كده بنجد الكتاب المؤدس لم يذكر شخص دون أن يذكر ضعفاته وأخطاه ابتداء من آدم وسقوط آدم ونوح وتعري نوح وسكره وإبراهيم وكذبه وإسحاق وتفضيله لابن عن ابن ويعقوب وخداعه لأبيه ومكره وكل ما صنع يعقوب من شرور وكل الأنبياء موسى وقتله للمصري وكل الذين داود وقتله وزناه وأيضا سليمان وعبدته للأوتان وكل هؤلاء كل هؤلاء التاريخ كله ودي ممكن نقطة دايما المسلم يقول لك أنتوا ليه الكتاب أدس مش كتاب إلهي لأنه بيذكر خطايا الأنبياء ده حقيقي لأنه لم يوجد إنسان على هذه الأرض دون أن يخطئ الوحيد الذي لم يخطئ هو شخص رب يسوع فلو أنا يهودي هعمل كتاب أنا بقى هأظهر نوح على أنه شخصية العظيمة الجبارة وداود وسليمان على أنهم قدسين ولم يخطئوا وعلى أن حياتهم كانت مليانة تقوى وأنهم كذا وكذا وكذا لأن أعايز أقدم تاريخي تاريخ مزور تاريخ مزور لكن ده لم يحدث اقرأ الكتاب المؤدى سير العهد القديم كله ويمكن زي ما قلت أنه دي نقطة اللي بتعمل نوع من الصعق للقارئ المسلم إزاي تذكر أن داود قد أخطئ؟ إزاي تسجل أن نوح قد فعل وفعل؟ إزاي تقول أن يونان هرب من دعوة الله لي؟ إزاي تقول كده؟ لأ ده أنا أقول كده وأقول كده لأنه الكتاب المؤدس بيسجل لنا الواقع الواقع في حياة كل إنسان كما هو الواقع في حياة كل إنسان كما هو فده دي أول حاجة وده ما بنجدهوش بالعكس النسخة الجديدة لو ابترض من وجود نسخة كان مفروض تبقى موجود كده من أول أبيهم الكبير أبو اليهودية إبراهيم واضح الفكرة النسخة الجديدة بقى تظهر أيضا اليهود على أنهم أفضل أمة أخرجت للناس أنا دايما لو أمتيجي العبارة دي معلش بضحك لأنه خير أمة أخرجت للناس هي أكثر أمة تسببت في ألام الناس وخراب الناس وضمار الناس وقتل الناس وسبي الناس والعالم يعني تاريخه كله يشهد على هذه الحقيقة فالعبارات الرنانة اللي دايما الإخوة المسلمين يرددوها دي يعني عبارات تحتاج إلى فحص وتحتاج إلى دقة وتحتاج إلى أمانة اليهود لو حب يعملوا نسخة كانوا يعملوا نسخة أظهروا فيها أنفسهم على أنهم أفضل أمة أخرجت للناس ما فيش بعد كده بقى لا يوجد بعد كده في التقوى ولا يوجد بعد كده في عبادة الرب الحي الواحد ولا يوجد بعد كده في أعمال الرحمة ولا يوجد بعد كده في شعب يعني فعلا ما فيهوش عيب لكن الكتاب المؤدس من أول ما تقرأه أنت بتصدم من واقع ومن حقيقة كون هذا الشعب بيس فأنا هقول أكمل النقطة دي بالتفصيل بس خلونا نطلع فاصل ونرجع نكمل مع بعض ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر مرة تانية برحب بكم بعد الفاصل كنا بنقول أنه النسخة الجديدة لو افترضنا أن اليهود هيغيروا ويحرفوا في العهد القديم كان أول حاجة أنهم يظهروا ملوكهم وكهنتهم على أنهم بلا خطيئة لكن الكتاب المؤدس واضح جدا في تسجيل خطايا الملوك وخطايا الأنبياء كويس الحاجة التانية أنه كانوا هيظهروا أنفسهم على أن احنا خيروا أمة أخرجت للناس على أن احنا ما فيش بعد كده من الجمال والحلاوة لكن الواقع لما تقرأ كتير مؤدس أنت بتصدم وهو وقت كتير بأنه إزاي بيعملوا كده إزاي اليهود يجي لهم الجراءة أنهم يعملوا كده أقول لكم بعض الأشياء مثلا أو لما خرجوا من أرض مصر ده لسه يعني فريش خارجين من أرض مصر من أرض العبودية الرب كان صنع آيات وعجائب كثيرة جدا في أرض مصر عشر ضربات الرب شق قدامهم البحر وعبروا في اليابسة الرب طراء لهم يعني أشياء تجعل الإنسان البعيد قريب من الرب وتجعل من الإنسان فيه نوع من التقوى والمخافة للأله لكن على طول موسى طلع الجبل علشان يعني ياخد الوصايا من الرب واتأخر في نظرهم شوية فقالوا لهارون إيه خلاص موسى مش عارفين إيه اللي جراله طب إيه تعالوا بقى أنت وعملين عجلي دهبي كويس وهتفوا أمام هذا العجل الذهبي وقالوا هذه آلهتك يا إسرائيل التي أخرجتك من أرض مصر خلوا بالكم الموقف نفسه يعني أنت لسه ما كملتش ما كملتش يعني أيام لسه عابر البحر الأحمر ولسه الرب عمل معاك أياته عجاب قد كده وحررك من قبضة المصريين وانت بتنسب خروجك من أرض مصر إلى الوثن إلى عجل ذهبي هو فين عقلهم ده لكن ده بيورينا قد إيه قساوة الإنسان وبيورينا قد إيه سرعة تمرد الإنسان على الرب وقد إيه سرعة انحراف الإنسان عن الحق تاريخ شعب إسرائيل كله تاريخ مؤلم ليه؟ لأنه عاشوا أوقات كثيرة مقيدين بالأوثان عاشوا أوقات كثيرة متمردين على الرب عاشوا أوقات كثيرة يحاولوا أن يؤلدوا الأمم اللي حواليهم وعش كده أتى خراب السامرة سنة 722 على يد أشور وأتى خراب أرشاليم سنة 586 على يد بابل وكان السبي الأشوري والسبي البابلي وضمار أرشاليم يعني التاريخ كله أظهر إلى أي مدى هذا الشعب ليس أفضل من بقية الشعوب على الإطلاق لم يكن أفضل من بقية الشعوب فأنا لو هعمل نسخة كوي هعمل نسخة وألفها ده أنا بقى أحاول أن أنا أظهر في هذه النسخة نفسي كشعب على أني شعب ملتزم شعب بيحب الرب شعب طاقي شعب متمسك بالله لكن ده ما حصلش ده حتى سليمان زوجاته أملنا قلبه نحو عبادة الأوثان فالتاريخ حتى الرب يسوع رب يسوع وصف هذا الشعب بوصف جميل جدا لما نظر إلى أرشاليم وبكى عليها وقال يا أرشاليم يا أرشاليم يا راجمة الأنبياء يا قاتلة الأنبياء وراجمة المرسلين إليها كم مرة أردت أن أجمع أولادك كما تجمع الدجاجة فراخها تحت جناحيها ولكنكم لم تريدوا فالنسخة الموجودة من إيدينا بالعكس بتظهر قساوة وعناد وشر وعبادة أوثان هذا الشعب وانحرافوا بعيدا عن الرب الإله الحاجة التالتة لو بقى هينقلف نسخة من جديد للعهد الأديم مش بس أن أنا هأظهر الأنبياء والملوك على أنهم قدسين ومش بس أن أنا هأظهر الشعب نفسه على أنه أجمل الشعوب وأروع الشعوب لكن كمان لأنه هعمل حاجة تقلب المسيحية هعمل إيه هشيل كل النبوات اللي بتتكلم عن المسيح هشيلها أنا كشعب مش بقومن بالمسيح فإيه لي خليني أخلي نبوات بتتكلم عن المسيح وإيه لي تخليني أخلي المسيحيين يقولوا أن العهد الأديم كله بيتكلم عن المسيح ده أنا أشيل هذه النبوات وأعمل نسخة جديدة بدون هذه النبوات ولا يجد المسيحي أي سند في العهد الأديم يستخدمه ليؤكد أن المسيح هو المسيح العهد الأديم يحتوي على نبوات كثيرة جدا مباشرة وغير مباشرة عن شخص يسوع المسيح العهد الأديم بيتكلم عن مكان ميلاده بيتكلم عن طريق دخوله للعالم بيتكلم عن عمل الفداء بيتكلم عن مجيء الثاني بيتكلم عن صلبه بيتكلم عن حياته عن معجزاته تبدأ بلاش ده كله اليهودي عنده نصين عاملين زي الشوكة في زوره بالذات لما تأتي إلى المسيح هم بالضبط الشوكة موجودة في زور اليهودي نصين طبعا فيه إزا ما قلت النبوات كثير العهد الأديم مليان بمئات النبوات عن شخص الرب يسوع لكن في نصين اليهودي يتمنى أنه ما يكونوش موجودين في الكتاب المعادس بيتكلموا عن المسيح أشعياء 53 أول نص اللي سمى بعض مفسري اليهود على أنه الإنجيل بحسب أشعياء يعني أحد أحد علماء اليهود الذين صاروا مؤمنين بالمسيح كتب كتاب وسمى أشعياء أشعياء 53 بيئة الإنجيل بحسب أشعياء النبي لأن أشعياء ده هو ما بيقدرش يعني يهرب منه كلنا كغنى من ضللنا ملنا كل واحد إلى طريقه والرب وضع عليه إثم جميع وهو مجروح لأجل معصينا مصحوق لأجل أثامن تأديب سلام علي وبحسب أشعياء النص ده كل أشعياء 53 بالنسبة اليهودي يعني شوكة شوكة حقيقية والنص التاني اللي موجود أيضا فيه سفر زكريا وأصحاح عشرة وعدد إتناشر ينظرون إلي الذي تعنوه وينوحوا عليه نص مباشر ده بجانب نصوص أخرى كثيرة جدا لكن عايزة أقول إنه لو لو استخدمنا العقل بس أنا أنا نفسي اللي بيقول إنه اليهود حرفوا الكتاب يستخدم عقله أنا يا سيدي ما تستخدموش على طول بس استخدموا وقت لما تقول إنه اليهودي غير الكتاب عدس لو هو هيغير الكتاب عدس كان كده فيه إيه كان شال منه إيه كويس طيب أجي عشان الوقت بتاعنا أجي إلى نقطة أخرى طيب يعني عادينا اليهود ما غيروش الكتاب عدس اليهود طالوا حلوين قوي ناس جمال جدا بس المسيحيين هما اللي غيروا في الكتاب عدس هما اللي حرفوا فيه كويس وأجي إلى سؤال هل حرف المسيحيين الكتاب المقدس بردو همشي مع الكذاب إلى بيته إلى باب بيته الإدعاء ده طبعا زي ما قلت مبني على أولا إدعاء ملهوش أي أساس من الصحة والذين يطعنون في الكتاب المقدس النهاردة اللي مسميين أنفسهم يعني حماة أو المدافعين عن الشبهات فهموهم للوحي مختلف عن فهم من المسيح للوحي فهموهم للمخطوطات ونسخ المخطوطات أوات كتيرة حتى يقول لك الترجمة الترجمة دي ليست تحريف لكن خليني أكلم وأقول هل حرف المسيحيين الكتاب المقدس طيب هل يمكن أن المسيحيين يحرفوا الكتاب المقدس بعهديه القديم والجديد طبعا قبل ما يتكتب الجديد كان الكتاب المقدس بالنسبة للكنيسة الأولى هو العهد الأديم العهد الأديم هو كلمة الله بالنسبة لهم وزي ما قبل يسوع المسيح وأعلن عن سمو وعظمة وتقديس الكتاب المقدس العهد الأديم كذلك أيضا الكنيسة قبلت العهد الأديم ونادت أيضا بأنه كل موحى به من الله لكنها هفترض أنه المسيحيين دول وحشين وحبه كده الكنيسة الأولى بالأخص حبت أنها تغير وتحط بقى نبوات تحط أشياء في العهد الأديم علشان تثبت في العهد الأديم أن يسوع هو المسيح هل يمكن هل يمكن أن تستطيع الكنيسة فعل هذا إذا وضعنا في الاعتبار أول حاجة ونضعها في الاعتبار تقديس اليهود للعهد القديم ككلمة الله وتربس اليهود بالمسيحيين العلاقة بين اليهود والمسيحيين لم تكن علاقة يعني يسودها السلام كان اليهود يكرهون المسيحيين ويعادون المسيحيين وفي كل مجمع لما نقرأ في سفر أعمال الروس لما كان بوليس الرسول يروح يعز بالمسيح كان يأم يضرب يأم يحاول يرجموه يأم يحاول يثيرو الحكام الرومان ضده ده كل التاريخ اللي كان موجود كويس فليمكن أبدا أن الكنيسة الأولى أو المسيحيين الأوائل يقدروا يلمسوا العهد القديم يقدروا يلعبوا فيه ليه لأنه اليهود كانوا متربسين بهم حاجة تانية تقديس اليهود للعهد القديم زي ما قلت لكن كمان وجود الترجمة السبعينية يعني إيه الترجمة السبعينية الترجمة السبعينية هي الترجمة الأولى التي حدثت للكتاب المقدس سنة ماتين خمسة وتمانين قبل الميلاد وتمت في مدينة الإسكندرية عندما تم ترجمة العهد القديم إلى اللغة اليونانية لليهود الساكنين والمقيمين في مدينة الإسكندرية والذين يتحدثون اللغة اليونانية يعني إيه يعني أنت النهاردة عايش في مصر مثلا وأولادك بيعرفه العربي وأنت بتعرف العربي لكنك هجرت أنت والصحابك اللي حواليك الوضع في مصر ما كانش مريح فطلعت إلى كوالا لنبور يعني أي دولة طلعت إلى كوالا لنبور وعيشت هناك فترة وأولادك الزغيرين بدأ العربي بتاعهم يبقى مكسر ولا أنهم بيروح المدارس في كوالا لنبور ولأنهم يعني بتعلموا اللغة جديدة فاللغة الجديدة صارت هي اللغة الأساسية بتاعتهم فلما يجي يقرأوا الكرآن مثلا أو أي كتاب أنت بتقدسه ما يعرفوش يقرؤوا باللغة العربية بتاعتهم فأنت لازم تعملي لازم تترجموا لهم ده اللي حصل بزرط اليهود الأجيال الجديدة صارت ضعيفة في اللغة العبرية واحتاجت إلى النص المقدس العهد القديم أن يترجم إلى اللغة اليونانية في ذلك الوقت فوجود الترجمة اليونانية ده قبل المسيحية بحوالي 285 سنة من العهد الأديم كله يعني أنا لو حاولت تغير في النص العبري من عندي النص اليوناني طب إذا حاولت تغير في اليهودية الموجودة المخطوطات في اليهودية طبعا عندي مخطوطات موجودة في اسكندرية وموجودة وانتشرت في كل بقاء العالم وصلت حتى إلى روما فإزاي يعني الحاجة الثالثة اللي يصعب أن المسيحيين يكونوا بيغيروا في العهد الأديم أن الكنيسة الأولى زي ما قلت اعتبرت الكتاب المقدس العهد القديم هو كلمة الله الموحى به من الله وهكذا احتل العهد القديم مكان صدارة في تعليم الرسل وكانوا يواظبون على تعليم الرسل إزاي يعني ما هو تعليم الرسل دي مبنية على نصوص العهد القديم لما نقرأ في سفر أعمال الرسل عن استفانوس أول شهيد في المسيحي أصحح سبعة من أعمال الرسل بنجد في إيه بنجد في تاريخ اليهودية كله يعني استفانوس وهو بيتحاكم قدم العهد القديم في أصحح كامل في وعزة يعني الكنيسة الأولى قدست قدست العهد القديم ومش ممكن أبدا تغير فيه هتيجي تقول لي بس العهد القديم والعهد الجديد ممكن يكون الكنيسة غيرت في العهد الجديد مغيرتش في العهد القديم علشان تجعل العهدين يتوافقوا مع بعض أنا عايزة أقول لك حاجة أنه التوافق الكامل بين العهدين العهد القديم والعهد الجديد العهد الجديد متضمن فالعهد القديم متضمن الجديد يعني العهد القديم اللي هو بتاع اليهود الكتاب المؤدس اليهودي كله هو أريدي تكلم عن العهد جديد أريدي تنبأ عن المسيح أريدي تنبأ عن عمل المسيح أريدي تنبأ عن مجيء المسيح عن ميلاد المسيح عن حياة المسيح عن موت المسيح فعش كده بقول أن العهد الجديد كان متضمنا في العهد القديم والعهد الجديد هو تحقيق للقديم كان عندنا أستاذ لي العهد الجديد كان دايما يكرر عبارة كان يقول إيه كان يقول أن العهد الجديد لم يأتي بجديد فكنا نستغرب يعني إيه زي العهد الجديد لم يأتي بجديد لا استكملت العبارة توضحها العهد الجديد لم يأتي بجديد لكن العهد الجديد هو تحقيق لنبوات العهد القديم تحقيق لنبواته العهد القديم يتكلم عن شخص المسيح العهد القديم يتكلم عن عمل المسيح العهد القديم يتكلم عن موت المسيح يتكلم عن فداء الله في المسيح يسوع يتكلم عن العهد الجديد أنه هاي أيام تأتي وأقطع لكم عهدا ليس كالعهد القديم لكنه عهد جديد أكتب فيه نوميسي على قلوبكم إلى آخر العهد لرب يسوع لما في العلية مع تلميذ قال وهذه الكأس هي العهد الجديد بدعمي فعش كده مش ممكن أبدا لا يغيره في الأديم ولا يغيره في الجديد لأن الاثنين فيه تكامل بينهم وفيه تناغم بينهم لا يمكن أبدا أن يكون نتاج بشر من غير المعقول أن يحرف المسيحيين العهد الجديد ليه يا عمي؟ ليه من غير المعقول يعني علشان وجود مئات المخطوطات اللي انتشرت في الثلاث كرات في القرون الأولى وده واحدة من الحاجات اللي بتميز الكتاب المعدس اللي بيميز الكتاب المعدس عن أي كتاب آخر قديم أول حاجة كم المخطوطات يعني يعني لو مسكنا أي كتابات قديمة لو مسكنا كتابات أفلاتون، أريستو، هيروديت، الإليازة، الحاجات اليونانية القديمة لو مسكنا الكتابات القديمة اللي احنا ما زالت لحد النهاردة بنرجع لها كل هذه الأمور، كل هذه الكتابات اتكتبت بعد موت أصحابها بمئات السنين النسخ اللي موجودة وفي نفس الوقت عدد النسخ محدود جدا، يمكن سبع تمن نسخ كويس، لكن كتاب مؤدس كتاب مؤدس والعهد الجديد بالأخص توجد أكتر من 25 ألف مخطوطة بعضها كامل وبعضها أجزاء وبعضها آيات 25 ألف مخطوطة لكتاب مؤدس 5700 مخطوطة باللغة اليونانية اللغة الأصلية التي كتب بها العهد الجديد كما توجد حوالي 10 ألف مخطوطة باللغة اللاتينية اللغة اللي اشتقت من اللغة اليونانية كما يوجد أيضا مئات النسخ من الترجمات القديمة الترجمة الإبطية والسريانية والأثيوبية وكل الترجمات القديمة المعروفة اللي كانت في القرون الأولى إزاي أن أنت الكم الهائل النهاردة في هذه من هذه المخطوطات وتيجي تقول لي الكتاب مؤدس حرف آه يقول لك أصله بص الآية دي في المخطوطة دي والآية دي في المخطوطة دي ده في مثلا اختلاف الاختلاف وارد لأنه ده ناسخ لكن هل أقدر أصل إلى النسخة الأصلية وإلى النص المحقق ياس أقدر لأنه لأنه ده مجال بحث وعلمي كبير جدا والمخطوطات دي أحنا مش مخبيينها وعلى فكرة واحدة من الحاجات اللي تتؤكد تؤكد عظمة الإيمان المسيحي أنه إحنا مش بنخبي الاختلافات دي إحنا لو عندنا حاجة غلط نحاول نخبيها لكن إحنا ما نخبيش هذه الاختلافات والعلماء يعلموا أن هناك بعض الاختلافات لكن أكثر من 97% من هذه الاختلافات هو فقط فقط اختلافات في الهجاء هناك تطابق أكثر من 97% بين المخطوطات والاختلافات الباقية كلها وش كده يقولك إيه يوجد أكثر من 50 ألف اختلاف ما بين المخطوطات ده طبيعي ليه؟ لأنه لو عندي غلطة واحدة اتكررت في 10 ألاف مخطوطة يبقى أنا عندي غلطة واحدة ولا عندي 10 ألاف غلطة وده على فكرة الكذبة بتاعة الإخوة المسلمين لم يقولك عندك خمسين ألف اختلاف في المخطوطات أنا أجل أتكلم عن الاختلاف أتكلم عن الغلطة هل في غلطة هيجائية مثلا حصلت في مخطوطة؟ مخطوطة؟ آه طب هل تكررت في مخطوطات تانية؟ تكررت هل هي تعتبر غلطة ولا تعيد عدد المرات اللي تكررت فيها الغلطة؟ هي غلطة واحدة طب لو الغلطة الواحدة تكررت فيها على 20 ألف مخطوطة يبقى أنا عندي كم غلطة؟ عندي 20 ألف غلطة ولا عندي غلطة واحدة؟ عندي غلطة واحدة لكنهم قالوا أنهم بحاولوا يلعبوا على عدم معرفة الكثيرين بالمخطوطات وبعلم المخطوطات فبيحاولوا يهولوا بقى ويجذبوا عشان يخليك تقتنع أن الكثير مؤدس محرف ده من الأمانة العلمية من ده إحنا إنت لو مسكت النص اليوناني اللي هي مثلا إصدار داركتال مؤدس النص اليوناني المحقق دايما يقول لك يجيب لك النص فوق وبعدين يجيب لك من تحته كده في الهواء مش حاجات كتيرة يقول لك العبارة دي وردت في المخطوطة كذا وكذا 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 ومش موجودة في المخطوطة كذا وكذا 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 طبعا إحنا العايزين نخبيها ونخبناها لكن لأن العلماء المسيحيين يهتموا جدا بحاجة اسمها الأمانة العلمية التي لا يعلم عنها شيء دعاة العلم في العالم العربي كم الهائل من المخطوطات مش ممكن أبدا للدرجة خد خد كمان حقيقة أخرى أنت عندك هذا الكم الهائل في المخطوطات بجانب أيضا اختباسات أباء الكنيسة في القرون الثلاثة الأولى أعرف لو الكتاب المؤدس كله ضاع لو الكتاب المؤدس كله ضاع نقدر نجمعه كله فيما عدا 11 آية كويس من كتابات الأباء بعض أباء الكنيسة اقتبس أكتر من مئة ألف مرة من كتاب المؤدس بعضهم اقتبس خمسين ألف مرة من كتاب المؤدس في كتاباته فإحنا إحنا لا يوجد عندنا شيء يجعلنا نشك في أنه اللي موجود بين إيدينا النهاردة كويس هو كلمة الله بعهديه القديم والجديد دون اختلاف ولا تغيير ولا تبديل وزي ما قلت أنه وجود هذا الكم الهائل من المخطوطات هو هو ركيزة مهمة جدا بتؤكد لنا أنه مش ممكن أبداً يكون الكتاب المؤدس قاد حرف لأنه لو أنت عندك كتاب عملت منه خمسة وعشرين ألف نسخة ووزعت النسخ دي في كل مكان مش ممكن أبداً مش ممكن أبداً تجمعهم وتحرقهم وتعمل نسخة جديدة لأنه كانوا موجودين في ثلاث القرات أسيا أفريقيا وأوروبا وبلاد مختلفة وباللغات مختلفة ولكنايس مختلفة فمن المستحيل من المستحيل أنك تغير فيه عشان كده لما نيجي للكتاب المؤدسة أولاً فرضية أن اليهود حرفوا فرضية غير حقيقية لا تثبت أبداً أمام العقل والدرس والمنطق لا تثبت هي ممكن تنشرها ما بين غير العارفين وغير العالمين لكن لا يمكن أبداً لأي إنسان عاقل مهماً بيستخدم عقله وبيسأل الأسئلة الصح أنه يقبل أن اليهود يكونوا حرفوا وكتابوا أو أي إنسان يقرى العهد الأديم يقراه مش ممكن أبداً أي واحد عاقل يقرى العهد الأديم ويقبل الإدعاء بأن اليهود حرفوا كتابهم ومش ممكن أبداً أي واحد عاقل يقرى العهد الجديد ويقول أن المسيحيين حرفوا كتابهم الرب يسوع قال كده إلى أن تزول السماء والأرض لا يزول حرف واحد أو نقطة واحدة من المكتوب ورسول بولس قال كل الكتاب موحى به من الله ورسول بوتروس قال كتبه أن يصل الله القديسون مسوقين من الروح القدس ورب يسوع نفسه شهد على مصداقية العهد الأديم اتكلم عن أحداثه اتكلم عن شخصياته اتكلم عن تأسمته بحسب اليهود اتكلم عن التوراة اتكلم عن الأنبياء اتكلم عن المزامير أو الكتب الثلاث أقسام اللي بيكون منهم التناق اليهودي اللي هي التوراة والأنبياء والكتب كما هو مكتوب عني في توراة موسى وفي الأنبياء وفي الكتب أو كما مكتوب عني في توراة موسى والأنبياء والمزامير اللي هو أول سفر من القسم الثالث اللي هو بيطلق عليه الكتب الكتبين الرب يسوع نفسه شاهد وأعتقد شهادة الرب يسوع وحدها كافية لأنه لأنه يعلم كل شيء لأنه الرب المتجسد لأنه كلمة الله الذي صار جسداً وحل بيننا فأمام العقل وأمام المنطق يسقط الإدعاء بأن اليهود حرفوا والمسيحيين حرفوا أنا نفسي واحد من دعاة تحريف الكتب المعندس أنه يجيب لنا نسخة نسخة أصلية ولا أي نسخة أوليتي يقول لك إيه آه أصله الأناجيل الأناجيل اللي وجدت فيه ناجح حمادي والأناجيل اللي مش عارف إنجيل يهوزة وإنجيل كذا كل هذا الأناجيل هو عارف جيداً أنها كتبت متأخرة وهو عارف جيداً أنها كتبها الغنوسيين وهي الأناجيل غنوسية والغنوسية لهم أفكار رفضتها الكنيسة ولم يؤمن بها ولم يقبلها المؤمنين لكن من أول نشأة الكنيسة من أول نشأة الكنيسة عندنا عندنا الأناجيل عندنا العهد الجديد طب ده يخليني خليني أثق في الكتاب المعندس يخليني لا أشك أبداً في الكتاب المعندس يخليني أعرف أيضاً أنه ممكن يكون فيه بقى اختلافات في الترجمة والترجمة ده شيء وارد جداً ليه لأنه أنا الترجمة ده علم ضخم جداً وأوات كتيرة فيه كلمة باليوناني لا تستخدم النهاردة ما أنا مش مجدها في القواميس الحديثة اليونانية استخدمت من ألفين سنة بس مش موجودة النهاردة فأنا لما باجي بترجمها بأسأل سؤال هي الكلمة دي تعني إيه هل تعني كده ولا تعني ده ولا تعني ده وأوات السياق هو اللي بيساعدني أن أحط المعنى للكلمة دي في الترجمة ده ليس تحريف معش كده بقول أنه دعاة التحريف بناوا ادعاهم على فرضيات خاطئة وعلى فهم خاطئ وياريتهم قبل ما يقولوا أن الكتاب مؤدس محرف ياريتهم يعرفوا يعني إيه الوحي في المسيحية ويعني إيه قانونية الأسفار ويعني إيه المخطوطات ويعني إيه الاختلاف ما بين المخطوطات ويعني إيه الاختلاف ما بين الترجمات ويعني إيه الاختلاف ما بين الترجمات لكن لكن للأسف كتاب المقدس هيظل إلى أن يأتي يسوع المسيح دون تغيير أو تبديل فيه فهو كلمة الله اللي قال عنه يسوع المسيح هو حق كلامك هو حق أشكركم على متابعتكم وبصلي أن حلقة النهاردة تكون بركة لكم وما زلنا بنصلي لكم في قناة الحياة من أجل حماية ورعاية الرب لحياتكم إلى أن نلتقي في حلقة جديدة سلام المسيح يكون معكم سلام المسيح